شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على التزام مصر والاتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون المشترك مشيرا إلى ما تشمله شراكة الاستراتيجية من محاور على رأسها محور الاستثمار وخلال كلمته أعرب الرئيس السيسي عن شكري لرئيسة المفاوضية الأوروبية على ما تقوم به من جهد لتفعيل مسار ترفيع العلاقات مع مصر لقد شملت الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي ستة محاور يأتي على رأسها محور الاستثمار حيث التزم الجانبان بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بما في ذلك التجارة والطاقة والبنية التحتية والنقل المستدام والزراعة والأمن الغزائي والتحول الرقمي والأمن المائي وشبكات المياه والصرف الصحي والمشوعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية السور وغيرها من القطاعات الحيوية المنتظر أن تحشد استثمارات أوروبية تقدر من لحو 5 مليارات يورو إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكن مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر وأعزل في الوقت ذاته من مكانة الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري والاستثمار الأبرز للاقتصاد المصري وأود بهذه المناسبة أن أتوجه بالشكر للسيدة الرئيسة المفوضية على ما تقبي من جهد لتفعيل مصار ترفيع العلاقات مع مصر انطلاقاً من إيمانها بمحورية دور مصر كشريك استراتيجي رئيسي للاتحاد الأوروبي في المنطقة وبما يعكس قوة علاقاتنا الثنائية لا سيما في الأوقات الدقيقة التي يمر بها الاقتصاد العالمي